بسم الله والصلاة والسلام على الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلب معكم الدكتور فيسا سالم الهيشري سنواصل إذن شرح مقرر كيميو عضويا واحد ونمر إذن إلى الجزء السابع حيث سنقوم بشرح نوع جديد من التفاعلات على الكيلهليد وهو تفاعل الحذف أو الانتزاع وفي خلال هذا الفيديو سنقوم بشرح تفاعل الحذف أحادي الجزائية واللي يطلق عليه واحد تفاعل الحذف أو الانتزاع خلال هذا التفاعل تقوم القاعدة بانتزاع البروتون الموجود على الكاربون بيتا في حين تترك الهالوجين إذن الكاربون ألفا ونتحصل بالتالي على الرابطة باي من خلال إذن انتقال هذا الزوج التروني وحصول إذن على الرابطة باي كما تلاحظون في الناتج التالي السؤال الذي يطرح أولا هو إذا كان لدينا أكثر من هيدروجين أو لدينا أكثر من كاربون بيتا في هاريد الألكيل وكل كاربون بيتا هنا تحمل هيدروجين فالسؤال المتروح إذن القاعدة من هي الهيدروجين التي ستقوم بانتزاعها فمثلا لو كان لدينا الكيل هاليد بهذا الشكل مثلا إذن الكيل هاليد بهذا الشكل مثلا هنا إذن كاربون بيتا وهنا كذلك كاربون بيتا وكل منها تحمل إذن هيدروجين مثلا هنا هيدروجين وهنا هيدروجين مثلا وهون R هنا مثلا هيدروجين فقط وهنا مثلا R وR ألكيل وألكيل هنا بتبتحال إذن الهالوجين إذن وهنا مثلا R2 وهنا R1 وهنا R3 مثلا فبالتالي إذن السؤال الذي يطرح هنا القاعدة خلال عملية انتزاع البروتون أي بروتون ستختار هل ستقوم بانتقاء هذا البروتون وتقوم بانتزاع هذا البروتون أو انتقاء هذا البروتون إذن سنلاحظ هنا أن تفاعل الانتزاع يعتبر ذو توجه انتقائي فمن خلال قاعدة زيتزاع فإن التفاعل فإن التفاعل ينتج الكين رئيسي يحتوي أكبر عدد من المجموعات البديلة على الرابطة الثنائية إذن تتمثل قاعدة زيتزاع فإذا كان هناك أكثر من الكين يمكن أن يتم انتاجه من تفاعل الحذف فإن الكين الذي ينتج بكمية كبيرة هو الذي نتحصل عليه من خلال إزالة الهيدروجين من الكاربون بيتا المرتبطة بأقل عدد طرات هيدروجين إذن نأخذ مثال هذا المراكب هذا المراكب كما تلاحظون هناك كاربون بيتا موجود على اليمين وكاربون بيتا موجود على اليسار بالنسبة للكاربون ألفا التي تحمل هنا الهالوجين نلاحظ هنا الاختلاف بين الكاربون بيتا على اليمين والكاربون بيتا التي توجد على اليسار فبالنسبة للكاربون بيتا بالأزرق تحمل إذن هيدروجين فقط وبالنسبة للكاربون بيتا التي توجد على اليسار هنا تحمل إذن هيدروجين أو تحمل ثلاث هيدروجين فبالتالي إذن حسب قاعدة سيتساف كما سبق وذكرنا فإن القاعدة هنا ستقوم إذن بانتقاء البروتون الذي يحمل أو الذي يوجد على الكاربون الذي تحمل أقل عدد هيدروجين وتعطينا بالتالي الناتج هنا الألكين الذي يمثل الأغلبية أما إذا قامت قاعدة هنا بانتزاع البروتون الذي توجد على الكاربون لتحمل أكبر عدد هيدروجين فبالتالي ستعطينا الألكين الذي يمثل الأقلية